صادرات فلاحية جديدة من مختلف أصناف الخضر والفواكه ستجحن نحو الأسواق الروسية قريباً حيث توجد شركة جزائرية في مفاوضات متقدمة مع نظيراتها الروسية لتسويق الانتاج الجزائري في أسواق موسكو والمدن الكبرى فيها كثير فيها البنوضاء فيها التمضان فيها الليبان فيها الأوريزان فيها على حسب الموسم نحن نرى المفاوضات لننضيع العقدة، ما زال ما ننضيع العقدة، إن شاء الله ننضيعها لننضيع المفاوضات معهم نصبع المنشف الرسيسي لأنه يوجد مهمة أهمية غير أن الصعوبات المالية ونظام المصرفي الجزائري ما زالت تحد من تحرر الصادرات خارج المحروقات الجانب الروسي ممثلا في غرفة تجارة وصناعة بموسكو دعا شركات الجزائرية لتواجد بقوة في الأسواق الروسية حسب نائب رئيس الغرفة ديمتري شاطوناف نحن سعاداء بالشراكة مع الجزائر ونحن ندعو شركات الجزائرية إلى زيارة موسكو وسنعرفهم كذلك على شركاتنا هناك لتعزيز تعاون تجاري بين البلدين وسنقدم معلومات إضافية عن الأسواق في روسيا بالنسبة للمصادرين الجزائريين ولا تمثل العلاقات تجارية الجزائرية الروسية الخارج إطار تعاون العسكري وقطاع الطاقة الشيء الكثير فعهد تصدير المنتجات الزراعية بدأ منذ نحو عامين فقط موسيقى